موسيقى 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 على الدخل وليس ضريبة الدخل يعني ضريبة عند انفاق السلعة او عند شراء السلعة او عند تأدية الخدمة الخضعة للضريبة جميل احنا ده تتكلمنا ده تعريف عام وشامل يعتبر الدخل جميل احنا ده تعرفنا نوعين من الدرائب خليها ناخد كل واحد بالتفصيل نركن دلوقتي المبعات ونبتدي بدريبة الدخل دريبة الدخل 20% على الجميع النظام السابق اخرها بالطريقة دي لكن في كل دول العالم واكترها تقدمان العملية شريح وبتعلم لانه ما ينفعش ان انت تيجي الربح بتاعه في السنة مليار تتاخد منه برضو 20% زي الرجل الغلبان اللي الدخل بتاعه ما يجيش 15-20 ألف جنيه في السنة هتتعامل ازاي والفترة اللي جاية هيبقى موقفنا فيها ايه لا هو طبعا ان انا متخصص طبعا وكيل وزارة في ضريبة المبعات بس هكلمك برضو عن ضريبة الدخل بنبزة مختصرة بالنسبة لضريبة الدخل هي برضو شريح الخامسة سريعة في الأولى معفية من خامسة لعشرة باخد عشرة في المية وبعد كده 15% في شريحة تانية شريحة تالتة اكثر من اربعين الف اللي قد اقل من مليون باخد 25% اكثر من اتنين مليون باخد 25% دي برضو الشرايع يعني ممكن نختلف او نتفق ممكن نختلف او نتفق نحن نوسع بعض الشرايع يعني بعض اتهم انه انه تم تفصيل هذه الجزية بالذات لحساب الرجال الاعمال اللي سرقوا ونهبوا هو حضرتك مش بالمعنى المفهوم طبعا دي ضريبة يعني في مصر بالذات لما طبقت ضريبة الدخل كانت من انجح انواع الضرايب اللي تضبقت فدول اخرى خدت نفس المسيل لها وكانت ضريبة ناجحة بدليل انه زادت الحصيلة الضربية من جراء هذا القانون يعني احنا لو شفنا ناتج ناتج ايه الناتج ايه الهدف من الضريبة ان انا بحق حصيلة ضربية كمورد اساسي من مورد الاساسات للدولة اهو جميلة دكتور محدش قال حاجة بس احنا هنا بنتكلم على النفر الواحد اللي احنا بنتكلم عليه انه بيوصل يعني برة بتوصل لخمسين في المية لما نتكلم على دخل واحد عنده مليون احنا بنتكلم في خمسمائة مليون على نفر يعني يعني هي جاب الدخل اوكي انا مع حضرتك بس هل فيه اتجاه ده اللي انا عايز اعرفه هل فيه اتجاه الفترة اللي جاية انه يبقى فيه منعشة مشروع لتعديل القانون عشان ما فيه ضريبة صعودية بشكل مردي طب ادينا فرصة فضل يا دكتور احنا طبعا احنا النهاردة فيه متغيرات واحنا كجهاز ضريبة مع هزي المتغيرات بنبص على النظام الضريبة في كل فترة معينة هل يتناسب مع الفترة الحالية ولا لا فاحنا مع المتغيرات ومع مطالب الجهات المعنية الاخرى زي الغرف التجارية التحدي الصناعات النهاردة لو فيه اي تعديلات هم مشركات معانا في الضريبة بالنسبة للتحصيل يعني انا بقى الضريبة بمين النظم المصانع شركات كذا كذا فهم مشركات معانا في اي تعديلات قانونية مستقبلية فهنا ناخد اراءهم ده ناتج افرازات السوق طب هو مين ده فتن بس يعني لو فيه مشروع للتعديل القانون مين مفروض يتقدم به لان احنا هنا نتكلم انعرف ان ده يعني خطوة صعبة في الظروف اهو بالنسبة لانه اصحاب الاموال انا اكيد هيبقاهم بشكل سواء مباشر او غير مباشر انا نتكلم يعني نتكلم بداخل وقرادات ما هيخزنة الدولة وللشعب حقول لك على حاجة بالنسبة لي اللي هو المناطق التشريع البداية طبعا من الحكومة بتتقدم بشروع قانون الممثلة في منصحة دراي بانه اديها لوزارة المالية وزارة المالية بتدريسة برضو بعد كده بتروح لمجلس الوضع طبعا النهاردة في المرسوم العسكري المرسوم القانون بيصدر فالنهاردة جال التشريعية ان احنا بنجهز تبقى لافرازات التطبيق يعني النهاردة التطبيق الفاعل للضريبة افرازت عندي بعض المشاكل والمشاكل دي مليحة للتعديل فالمنع طيب نتمنى وداني ده للسيد رئيس مصلحة الدرايب انه ارجوكم تتقدموا بتعديل لقانون الضرائب التصاعدية عشان يبقى العملية فيها شوية عادلة اكتر وفي نفس الوقت الفلوس اللي احنا هناخدها دي ما هتتاخد لخزيمة الدولة واحنا عندنا منشاكل في الفلوس قد كده ولسه دكتور شامل شريف كان بيقول ان احنا خسرانين لغاية دلوقتي في تسعة شهور من الثورة ميتين وخمسين مليار طيب هل نتنازل عن الدخل ونعتقد انه دخل مشروع يعني احنا مش بنطالب الناس اللي معاها فلوس كتير ان هي بحاجة غريبة دي حاجة بتطبخ في كل دول العالم طيب تعالوا نتنقل لضريبة قبل ما نتنقل للضريبة عايز اتكلم في نقطة فضل لكم انه مصلحة الضرابة المصرية حقاية هدفها ده معنى انا بالنسبة للهدف المنوط بيه كمصلحة كإراد سيادي بالأرقام حقاية الحصيلة الضرابية بالأرقام وده فعلا مجهود مصلحة بقيادة رئيس المصلحة والقيادات الخاصة بدريبة حوالي ادئية ودريبة الدخل يعني يعني مهو كرابة 70 مليار حقاية الهدف منها بالزبط كده وده كان فعلا سند قوي للاقتصاد ده عام 2010 اه عام 2011 فسند قوي للاقتصاد ويعتبر المرض الاساسي النهاردة للموارد العام للدولة النهاردة الضرابة بيتمسل حوالي 60% من مرض الاساسي للدولة فاحنا الحمد لله كجهاز ظريبي بقيادة رئيس المصلحة الأستاذ الفاضل احمد بيرفعد حققنا المنطبي بالنسبة الهدف يعني كل واحد النهاردة لدولة لو بيشغل شغله وبقد عمله فاحنا الحمد لله كجهاز ظريبي حققنا الهدف المنطبي احنا لا نتهمكم بالتفسير احنا بنطلب بنطلب منكم انه ياريت يعني دي حقوق لنا زي ما دول العالم كلها بالتطبقها وطالما دي فلوس من حق الشعب المصري وإحنا حرسين عليها وإحنا ان شاء الله حرسين عليها تماما زي ما حدرت نتمنى انه سيدة احمد رفعد يسمعنا ويحرك مشروع الخانون من عنده عشان ده دخل مباشر زي ما حدرتك قلت اللي خزينت الدولة اكتر من 60% تعالي نتنقل بقى ضريبت المبيعات ودي يمكن عندنا مشكلة كلنا يفتهمها صراحة والتباس يعني اماكن تلاقيها بتاخد منك ضريبت المبيعات وخدمة 23% ويقولك لا اصله دي خدمة 12% وضريبت المبيعات مش عارف 11 ما بقيناش فاهمين والنقطة في حاجة ان احنا حاسين ان احنا بندفعها ثلاث مرات يعني انا دلوقتي يا راجل لو انا نفترد انا راجل صاحب مطعم روحت اشتريت حاجات من السوق دفعت عليها ضريبت المبيعات عملت اي حاجة تانية انا عليها اي اجراء اتعطاها عملت سويت بقى قادي كده هو اتضف عليها فلوس بعد كده جت باعتها تاني بقى للناس طب معا دفعت الناس دفعت عليها ضريبت المبيعات تاني فهي العملية طب ليه العملية كتير كده يعني مش الدول كلها ما بتعملش زينا لا لا بالعكس ده مش كتير ولا حاجة انا بس بس في في حدة انا حصح هي ضريبة المبيعات عليها 10% انا باخدها كمصلحة النهاردة كجهاز بدي اخدها من ثلاث مراحل في السلع بالذات بياخد من المنتج الصناعي او المستورد لو المنتج السلع محلية بياخد من المنتج الصناعي لو السلع مستوردها بياخدها من عند الافراج جمركي من الرجل اللي بيستورد للمستورد اللي هو مساجر في ضريبة المتنوعات دي مرحلة دي مرحلة البداية المرحلة التانية من مراحل التداول للسلع في مرحلة تاجر الجملة وبعد كده مرحلة تاجر التجزئة ثم للمسالكين دي حلقات الإنتاج والتوزيع في كل مرحلة بيطبق العشرة في المية مع الخاص هنا بقى عشان منع عن الزواجين اللي حضرت تتكلم عليه المنتج الصناع بيعمل بيشير مسلزمات إنتاج سلعة عشان ينتج سلعة الخضع طاعته فبيفروض ضريبة على السلعة الضريبة اللي دفع عليها على المسلزمات الإنتاج بيخسمها في الإقرار بتاعها فبيطهر السلعة من المدخلات فبيجي بيحل تاجر الجملة تاجر جملة بيحطها من شربحه والبصريب بتاعته كقيمة مضافة وعلى كده بيحطها على السلعة بيفرض عليها ضريبة بيخسم الضريبة اللي دفعها من المنتج الصناعي وفي الآخر بقى في الآخر الضريبة على سعر بقى المسالك بس أنا بأخذها في الثلاث براحل إنه الثلاث براحل اشتركوا في تحصيل الضريبة كلهم في شأني يعني النهاردة لأن أنكر إنه كل الدول بيطبعوا الضريبة في قيمة المضافة بيطبعوا على المراحل كلها مع القسم الضريب القسم الضريبي اللي هو بنسميه قسم الضريبة على المدخلات اللي هو بنسموه ضريبة المدخلات بقسم ضريبة المدخلات وده سلاح او ركن اساسي من اركان الفات ضريبة الفات او ضريبة القيمة المضافة عالميا انا بقصد ضريبة المدخلات من الضريبة المستحقة لمخرجة والبوت تاكس الفرق بالقيمة المضافة اللي بقى حصل على الضريبة في النهاية انا بقى حصل ضريبة على ساعر بالمسالك النهائي فما فيش الازدواجات اللي حدت تتكلم معها وبعدين حول الساعة بالنسبة للعشرة في المية اقل فئات الضريبة عالميا في الفات او في ضريبة القيبة مضافة او ضريبة المباعات كلها مسامات مضافة نفس المسمة هي في مصر العشرة في المية النهاردة جنوبة افريقيا 12% النهاردة بعد الدول 17% ليابان فاحنا نزل نبصل حوالينا على الفات سلعة وخدمات زي ما قلت التعريف ضريبة المباعات ضريبة المباعات هي ضريبة سلعة وخدمات عند انفاق السلعة والخدمة تستحق عليها الضريبة